ما تقوم به الصحافة لا يقل أهمية عما يقوم به الأبطال في الجبهات من نقل الحقيقة تحتفل الصحافة اليمنية بيومها في التاسع من يونيو من كل عام لكنها مناسبة لا يبدو أن الحديث فيها سيكون جيداً عن الصحافة اليمنية ووقعها خصوصاً أنه لم تنضي سوى ساعات قليلة على وفاة أنور الركن الصحفي الذي خرج من سجن ميليشيات الحوثي في تعز قبل أن يفارق الحياة بعد ساعات متأثراً بالتعذيب والتجويع الذين تعرض لهما في معتقله وفاة الركن تأتي بعد أكثر من عامنا على اختطافه من قبل ميليشي الحوثي كجريمة تضاف إلى سجلها الحافل بجرائم حقوق الإنسان في انتهاك لكافة المواثق والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني تعيش الصحافة والصحفيون اليمنيون وسط ظروف بالغة القسوة والتعقيد تحديداً أكثر من غيرهم فقد تعرضت الصحافة بكل وسائلها لحرب ممنهجة منذ الإنقلاب وكان الصحفي هو العدو الأول للميليشيا يوم الصحافة اليمنية الذي يوافق التاسع من يونيو أعلن عنه يوماً للصحافة اليمنية تخليداً لذكرى توحيد أول كيان نقابي للصحفيين اليمنيين بعد الوحدة وانعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين تأتي ذكراه في وقت توصف فيه الحريات الصحفية في اليمن بأنها أسوأ حقبة تاريخية مرت بها الصحافة اليمنية في ظل الإنقلاب والحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية على الصحافة والصحفيين بحسب تقرير للمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى فإن 2250 انتهاكاً وقع خلال ثلاث سنوات معظمها ارتكبتها جماعة الحوثي بنسبة 85% في حين مثلت صنعاء المدينة الأخطر على الصحفيين طوال الثلاثة الأعوام حيث شهدت أكثر من 1980 جريمة انتهاك بنسبة 88% من إجمالي الانتهاكات المرصودة يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً لممارستهم المهنة حيث أقدمت الميليشيا على استباحة وسائل الإعلام ونهبها ومطاردة الصحفيين والمصورين وإيقاف العشرات من وسائل الإعلام وحجب المئات من المواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية وفي تقرير سنوي لرابطة أمهات المختطفين فإن حصلت حالات التعذيب في سجون الميليشيا مئة واثنتان وأربعون حالة تعذيب جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى إقابة الصحفيين طالبت في بيان لها كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير المحلية والعربية والدولية بالوقوف إلى جانب الصحفيين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم والضغط على أطراف الصراع لإيجاد بيئة مناسبة وآمنة للعمل الصحفي